موسيقى قطر تدعم عدم الاستقرار قطر تتواصل مع كل من يريد أسقاط الدول في المنطقة أربعة تحركات عكست حالة الفوضى في البيت الخليفي خلال أقل من شهر أولها افتعال أزمة دبلوماسية مع العراق بسبب قلة أدب وزير الخارجية الخليفي وتهجمه على الزعيم العراقي السيد مقتضى الصدر وما نتج بعد ذلك من توتر في العلاقات واستدعاء سفير كل بلد وطلب الاعتذار المتبادل ولم تكد هذه الأزمة الدبلوماسية أن تهدأ ليقوم ذات الوزير بتكذيب قصر شونزليزي حيث نفى تطرق الرئيس الفرنسي لقضية حقوق الإنسان في البحرين لدى لقائه بالحاكم الخليفي في باريس كان لغباء ذلك التصريح فضل مباشر في إصدار التأكيد من الجانب الفرنسي على إثارة مواضيع حقوق الإنسان ومن ثم مسارعة الإعلام العالمي للحديث عن البحرين بغير الصورة التي أرادها الخليفيون وبينما كان الحاكم الخليفي في باريس يصول ويجول أجرى عمه خليفة بن سلمان زيارة لمنزل سماحة السيد عبد الله الغريفي وقد طلب منه الأخير المبادرة بالإفراج عن السجناء السياسيين خصوصاً محلول شهر رمضان المبارك وتناول الحديث شأن السجناء والمعتقلين وساد جو من التفاؤل في بعض الأوساط داخل البحرين بتحرير المعتقلين وذلك بعد أن أبدى خليفة بن سلمان تفاعله مع داوات الغريفي بحضور لفيف من علماء الدين وبعض السياسيين وقد وجدت صاحب السموم متفاعلاً كل التفاعل مع هذه القضايا والهموم سرعان ما تدارك الخليفيون الأمر ليصدر دوار رئيس الوزراء بياناً بعد الزيارة بيومين ليؤكد أنها كانت زيارة اجتماعية فقط وقد فهم من البيان فيما بعد أن خطوة خليفة بن سلمان لم تكن محل رضا عند الحاكم الخليفي يومان وظهر رئيس الوزراء مجدداً إلى المشهد بطامة أكبر من أختها في نظر آل خليفة وحلفائهم إذ أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر لتهنئته بشهر رمضان المبارك خطوة قوبلت بتوبيخ حاد لخليفة بن سلمان خصوصاً من الجانب الإماراتي والذي حرك الإعلام الخليفي والخليجي للتبري من هذه الخطوة والتأكيد على حصار دولة قطر ومقاطعتها وهو الأمر الذي أكده حمد الخليفة في مأدوبة إفطار دعا فيها أفراد عائلة آل خليفة والشخصيات الرسمية في البحرين باستثناء عمه على التزام مملكة البحرين بمواقفها الراسخة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية المتمثلة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لصون أمن واستغرار المنطقة وعلى رأسها أن تقوم قطر بوقف دعم وتمويل الإرهاب تلك الخطوات الأربع في غضون أقل من أسبوعين عبرت عن حالة الفوضى في البيت الخليفي من جانب وقياد الخليفيين للتوجيهات الخارجية خصوصا من الرياض وأبو ظبي من جانب آخر لكن السؤال الأبرز من كل هذه التخبطات هو من الذي يضبط إقاع الحكم في البحرين التوجيهات الخليجية أم الهيمنات الغربية أو أن الخليفيين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر